في 26 يناير سنة 1968 صحيفة International Herald Tribune أمريكية نشرت قصة صحفية تحت عنوان رجل فرنسي يبيع ذهبه ليساعد الولايات المتحدة في تفاصيل القصة دي المراسل اللي كتبها بيحكي إن في مواطن فرنسي اسم كلود ديسبوش راح لأحد فروع National City Bank في نيويورك وبع للبنك سبيكة من الدهب كان بيمتلكها واشترى بدلها سندات خزانة أمريكية لأنه شايف إنها أفضل من الدهب المهم ديسبوش قال للمراسل أنا فكرت أنا وزوجتي في الفكرة دي لما قرنا في الصحافة إن فرنسا بتشتري الدهب بكميات كبيرة علشان تضعف الدولار وكمل وقال إحنا بنعارض سياسات رئيس شارل دي جول طبعاً مش صعب على أي حد إنه يستنتج إن القصة الصحفية دي ما كانتش بريئة باختصار الخبر ده والأخبار اللي شبهه كانت جاية في إطار حرب دعائية بين الأمريكان والفرنسيين في الوقت ده قبل 3 سنين تقريباً من نشر القصة دي وتحديداً في 4 فبراير سنة 1965 الرئيس الفرنسي شارل دي جول طلع في مؤتمر صحفي في باريس هاكن في الولايات المتحدة والدولار بتاعها دي جول قال للصحفيين يا جماعة حقيقة إن دول كتير في العالم بتعامل الدولار كأنه زي الدهب ساعدت أمريكا على إنها تستلف من العالم كله ببلاش هم عيناء عم بيدفعوا الديون اللي عليهم لكنهم بيدفعوها بالدولار العملة بتاعتهم اللي يقدروا يطبعوا منها أي كمية تخطر على بالهم بعد الخطاب الشهير ده الفرنسيين بدأوا يحولوا احتياطياتهم من الدولار لدهب في الوقت ده كانت قاعدة الدهب اللي بتضمن تحويل الدولار لدهب لسه قائمة الفرنسيين على عكس جلانهم الأوروبيين ما كانوش واثقين في الدولار من ناحية ومن ناحية تانية كانوا متضايقين جداً من الأمريكان اللي كانوا شايفين إنهم بيتحاكوا على العالم كله بالدولار ومن هنا بدأ صراع فرنسي أمريكي في الستينات حوالين الدولار والدهب الصراع ده كان أحد أسباب انهيار مجمع لندن للدهب في نهاية الستينات ليه بقى الفرنسيين كانوا متضايقين من الدولار الأمريكي وليه قرروا فجأة إنهم يستردوا احتياطياتهم من الدهب الموجودة في أمريكا وإيه اللي خلاهم يحولوا الدولارات اللي معاهم لدهب ده جزء من اللي حضرتش فيه مع بعض في حلقة النهار ده أنا أشرف إبراهيم ده المخبل الاقتصادي لص اقتراحات بشأن العلاقات النقدية الدولية ده اسم الخطة اللي الفرنسيين اقترحوها سنة 1943 لشكل النظام النقد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية التانية حلفاء فرنسا في الحرب العالمية التانية وتحديداً الأمريكان والبريطانيين دسوا على الخطة الفرنسية بالجزمة وتجاهلوها تماماً وفي مؤتمر بريتون وودز اللي اجتمع فيه ممثلين عن 44 دولة في العالم النقاش كل انحصر ما بين الخطة اللي قدمها الأمريكيين من خلال ممثلهم في المفاوضات هاري ديكستر وايت وما بين الخطة البريطانية اللي قدمها جون ماينارد كينز والاتفاقية النهائية اللي الكل وقع عليها بما في ذلك الفرنسيين كانت حل وسط ما بين الخطة الأمريكية والخطة البريطانية المهم على أساس الخطة دي اترتبت حاجات كتير أهمها ما يعرف باسم الجولد ستاندر أو قاعدة الدهب اللي بتربط بين الدولار الأمريكي عند سعر سابت هو 35 دولار للوقاية بالشكل ده أمريكا خلت الدهب مكافئ للدولار وده شجع دول كتير حوالينا العالم بما في ذلك فرنسا إنها بدل ما تتسابق على اجتناز الدهب تحتفظ باحتياطياتها من النقدة الأجنبي في صورة دولار اللي تقدر تحوله لدهب أي بنك مركزي مع دولار وقت ما يحب يغيره بدهب الأمريكان ملتزمين بينهم ياخدوا من الدولار ويدولوا دهب المهم في بداية الستينات الفرنسيين بدأوا يقلقوا بخصوص مستقبل الدولار الأمريكي اللي كان بيشكل جزء كبير من احتياطياتهم من النقدة الأجنبي في السياق ده قدرت الشؤون الدولية التابعة لبنك فرنسا عملت دراسة فحصت فيها وضع الدولار وقدرته على الصمود وتجنب أزمة مشابهة زي أزمة السترليني اللي حصلت سنة 1931 واللي قدت لانهيار قاعدة الدهب بتاعة البريطانيين وقتها واخسرت الفرنسيين لثروة ضخمة لأنهم كانوا حطين جزء كبير من فلوسهم في السترليني ساعتها المهم الدراسة دي خلصت إن وضع الأمريكان الحالي أفضل من وضع البريطانيين في التلاتينات وأبرز دليل على ده هو إن احتياطيات الدهب بتاعة أمريكا في نهاية 1959 كانت بتغطي 90% من التزاماتها الخارجية وده بالمقارنة بالاحتياطيات البريطانية من الدهب اللي كانت بتغطي 21% بس من التزامات البريطانيين الخارجية سنة 1931 وعلى هذا الأساس الدراسة استنتجت إن الدولار ممكن يعاد تسعيره قدام الدهب ولكن التغيير في السعر مش هيكون ضخم زي ما حصل قبل كده في حالة الجينيل استرليني وده بفضل وجود اتفاقية بريطان وودز وسندوق النقد الدولي بعد صدور الدراسة دي بحوالي 3 شهور وتحديداً في أكتوبر سنة 1960 أسعار الدهب العالمية ارتفعت بشكل حاد قدام الدولار ووصلت لـ 40 دولار الأوقاية لارتفاع ده كان السبب الرئيس وراء هو توقع الأسواق إن جونف كينيدي هيكسب الانتخابات الرئاسية الأمريكية اللي انعقدت في نوفمبر سنة 1960 والراجل ده خلال حملته الانتخابية كان بيتكلم على إن أمريكا في عهده هتتبنى سياسة مالية توصعية الرفعة الكبيرة بتاعت الدهب دي خوفت الفرنسيين من احتمال إن الأمريكان ما يقدروش حافظوا على الربط بين الدهب والدولار وفي السياق ده أندري إستل مستشار وزارة الخزانة الفرنسية عمل مذكرة فنية مهمة جداً في فبراير سنة 1961 في المذكرة دي الراجل قال إن أمريكا مش هتكون قادرة إنها هتدافع عن احتياطياتها من الدهب على المادة المتوسط لعدة أسباب أبرزها نمو الاقتصاد وارتفاع حجم الإنفاق العسكري في الخارج اللي مخلي أمريكا واقفة على رجليها ومش بتواجه أزمة في المدى القصير بحصل أندريه هو إن البنوك المركزية الأوروبية اللي بتنتلك النسبة الأكبر من الالتزامات الخارجية اللي على الحكومة الأمريكية متعاونة مع الأمريكيين ولكن التعاون ده مش هيحل مشكلة الدولار بسبب تنامي عجز المدفوعات الأمريكي في مرور الوقت الفرنسيين شكوكهم حوالين مستقبل الدولار كانت عملت زيد وده كان عملهم حلة من القلق والرعب على سلامة احتياطياتهم الدولارية اللي ممكن في أي لحظة تفقد جزء كبير من قيمتها علشان كده في 25 يونيو سنة 1962 جون ماكسيم لوفاك مستشار الرئيسة الفرنسية بعت رسالة للرئيس الفرنسي وقتها شارل بيجول قالوا فيها بالنظر إلى إن الدولار ما بقاش عملة آمنة لازم نفكر إذا كان من المناسب استمرارنا في الاحتفاظ بجزء من احتياطياتنا في صورة الدولار وفي الشهر اللي بعده على طول لوفاك قدم تقرير مفصل بيشرح فيه بشكل مطول مشكلة الدولار واللي بحسب كلامه كان ملخصها هو إن تباطئ النمو الاقتصادي في أمريكا وعدم توازن ميزان المدفوعات بيحطه ضغط كبير على الدولار في ظل المعطيات دي فالسيناريو الأسوأ بحسب كلام مستشار ديجول هو إن تحصل أزمة ثقة في الدولار والأمريكان يلغوا الربط بين الدولار والدهب ويعلقوا قابلية تحويل البنوك المركزية الدولار بتاعها الدهب وده لو حصل هتبقى ورطة سودة للفرنسيين طب إيه العمل؟ ليفوك نصح ديجول إنه ما يجريش على طول يطلب من أمريكا إنها تحاول الدولارات اللي مع فرنسا الدهب لأنه لو عمل كده البنوك المركزية التانية حتخاف وحتقلده والأمريكان علشان ينقذوا نفسهم حيعلقوا قاعدة الدهب ويلغوا تحويل الدولار لدهب وبكده الدنيا حتتربق فوق الكل لوفاك كان عنده اقتراح تاني اتفق معاه فيه وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي وقتها والاقتراح ده ببساطة كانت فكرته هي إن فرنسا حتقلل احتياطياتها من الدولار من خلال إنها تستخدم الدولارات اللي معاها في دفع الديون الدولارية اللي عليها بشكل مصبع يعني قبل ما عاد سددها وده اللي الفرنسيين نفزوه بالفعل في نهاية سنة 1962 الفرنسيين كانوا دافعوا بشكل مسبق 592 مليون دولار من الديون اللي عليهم وده ساعدهم على إنهم يخلصوا من جزء معتبر من الدولارات اللي معاهم في نفس الوقت الفرنسيين كانوا حرصين على إن مفيش دولارات جديدة تدخل البلد رئيس وزراء فرنسا ساعدها جورجو بومبيدو حتى عقبات كبيرة جداً قدام المستثمرين الأمريكيين اللي عاوزين يستثمروا في فرنسا واخترق لهم حاجات تسببت في إجراءات وتأخرات إدارية طويلة جداً خلت استثمرهم في فرنسا مستحيل تقريباً الفكرة ببساطة هي إن المستثمر الأمريكي لما هيجي يستثمر في فرنسا هيجيب معاه دولارات والدولارات دي في الأحوال الطبيعية البنك المركزي هياخدها منه ويديله قصادها فرانك المستثمر هياخد الفرانك والدولارات هتفضل في حجر البنك المركزي كجسء من احتياطياته وده اللي الفرنسيين مش عاوزينه يحصل الحركة دي الهدف من وراها هي إن المخاطر اللي فرنسا معارضة لها بالفعل بسبب الشكوك حوالي المستقبل الدولار ما تزيدش أكتر من كده خصوصاً وإن الدولار الأمريكي كان بيدخل للفرنسيين غصب عنهم من مصدر مختلف هو الفاقد بتاعهم في ميزان المدفوعات الفرنسيين لحد اللحظة دي كانوا مؤدبين جداً مع الأمريكان ومحترمين الاتفاق الودي اللي كان ما بين أمريكا والدول الأوروبية اللي كان مفادوا إن الدول دي مش هتجر تطلب تبديل احتياطياتها من الدولار اللي ده وده من باب الندام المصلحة القل لكن في سنة 1964 حصلت حدثة كانت بمثابة القشة اللي قسمت ظهر البعية في أكتوبر من السنة دي الحكومة البريطانية قالت إن عجز الميزان المدفوعات البريطاني في سنة 1964 هيوصل لـ 800 مليون سترليني وده عمل ضغط كبير على السترليني البريطانيين علشان يصدوا العجز ده اتقدموا بطلب للـ G10 أو مجموعة الدول العشر الكبرى في نوفمبر سنة 1964 علشان توافق إن صندوق النقد الدولي يدي بريطانيا خط اقتمان بقيمة مليار دولار الفرنسيين كانوا هم أول ناس اعترضوا على الحركة دي وقالوا شمع نحنا لما احتاجنا المساعدة قبل كده فرطوا علينا شروط صريمة جداً لكن الأمريكان اللي كانوا خايفين من إن انهيار السترليني هياخد الدولار في الرجلين قرروا يوقفوا جنب بريطانيا وضغطوا علشان بنك الجلترة ياخد 3 مليار دولار وفوق ده أكبروا الفرنسيين إنهم يشاركوا في تحمل المبلغ ده ويدفعوا 200 مليون دولار من جابه الحكومة الفرنسية وفقت على الطلب الأمريكي المجبرة طبعاً 26 نوفمبر سنة 1964 ولكنها في نفس الوقت قررت إنها من اللحظة دي هتخفض احتياطياتها من الدولار اللي كانت بتقترب وقتها من 1.4 مليار دولار وحتبعت يجيب الدهب بتاعها اللي موجود في الخارج بحيث تحتفظ به داخل فرنسا لكن الفرنسيين اللي كانوا متضايقين جداً من الأمريكيين ما كتفوش بده في 23 ديسمبر سنة 1964 رئيس فرنسا ورئيس وزراءها وزير اقتصادها ووزير خارجيتها أخدوا مع بعض قرار لحماية احتياطيات فرنسا من النقد الأجنبي القرار ده ملخصه هو إن الزيادة الشهرية في احتياطيات فرنسا من النقد الأجنبي ماينفعش تترجم لزيادة في الاحتياط الدولاري يعني ماينفعش البنك المركزي ييجي نهاية الشهر يقول إن الدولار اللي معايا زاد طب إزاي هيعمله الحركة دي؟ قلك البنك هيشتري كل شهر 30 طن من الده وكل الدولارات اللي هتدخل فرنسا من خلال فاقد ميزان المدفوعات هتتحول لده ده أولاً ثانياً بقى احتياطيات فرنسا من الدولار لازم تقل ما بين 400 و 500 مليون دولار أول عن آخر بحيث ما تشكلش أكتر من 8% من إجمال احتياطيات النقد الأجنبي الهدف ده علشان يتنفذ بنك فرنسا هيعمل عمليتين استثنائيتين لشراء الده كل عملية قيمتها 150 مليون دولار العملية الأولى حتتم في يناير سنة 1965 والتانية في مارس من نفس السنة القرارات دي كانت سرية لدرجة إن باقي أعضاء الحكومة الفرنسية ما كانوش يعرفوا بيها لكن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بلّغ وزير الخزانة الأمريكي وقتها دوجلس ديلون في 4 يناير سنة 1965 إن فرنسا هتحاول الدولارات بتاعتها لده وفي نفس اليوم نيويورك تايمز طلعت قالت للعالم كله إن فرنسا بتحاول حصة متزايدة من احتياطياتها من النقد الأجنبي لدهب علشان شؤونها المالية تبقى مستقلة عن الدولار بتاع أمريكا المهم الخبر لما انتشر حصل هجوم كبير على فرنسا وقدام الهجوم ده طلع رئيس الفرنسي شارلي ديجول في المؤتمر الصحف الشهير اللي عمل في قصر الإليزيه في 4 فبراير سنة 1965 علشان يدافع عن فرنسا ويهاجم أمريكا اللي من وجهة نظره كانت بتستغل العالم وعايش على قفى الكل من خلال الدولار اللي بيهيمن على النظام النقد العالمي بعد الخطاب ده على طول الفرنسيين حسوا إن النهية مع الأمريكان قرابي وعلى هذا الأساس بدأوا يجروا بسرعة يجيبوا الدهب بتاعهم اللي موجود في الخارج في الوقت ده احتياطيات الدهب بتاعت فرنسا كانت موزعة ما بين 3 أماكن باريس ولندن ونيورك في خريف سنة 1963 بدأ الفرنسيين يبعتوا يجيبوا الدهب بتاعهم اللي كان موجود في نيورك ولكنهم لحد بداية 1965 كانوا بيستردوا الدهب بباطل وده لأنهم ما كانوش مستعجلين من ناحية ومن ناحية تانية بسبب المدة الطويلة اللي كانت بتستغرقها عملية نقل الدهب من أمريكا لفرنسا عن طريق البحر لكن بعد خطاب ديجول في فبراير سنة 1965 اللي حاجم فيه الأمريكان الفرنسيين بدأوا يسابقوا الزمن علشان يجيبوا الدهب بتاعهم الموجود في نيورك ولندا الدبلوماس الفرنسي أوليفير ورمسر قال في مقال نشره سنة 1973 إن ديجول كان بيسابق الزمن علشان يسترد احتياط الدهب الفرنسي الموجود في نيورك لأنه كان خايف إن الأمريكان يغضروا بيه خصوصا بعد ما أعضاء الكونجس الأمريكي اللي كانوا غضبانين من فرنسا اقترحوا حرمان فرنسا من إنها تاخد الدهب بتاعها الموجود في نيورك وده علشان تمنع الفرنسيين من إنهم يفكروا يحولوا الدولارات اللي معاهم لدهب ديجول كان غضبان جدا من بطئة عملية نقل الدهب علشان كده فكر في إنه يبعت للساحل الأمريكي طراد الصواريخ الفرنسي كولبر اتبع للبحرية الفرنسية واللي طوله حوالي 180 متر علشان ينقل الدهب لكن وزيره جيسكار نصحوا إنه ما يعملش الحركة دي لأنها لو حصلت هتقوم الرأي العام الأمريكي على فرنسا وحتبان إنها خطوة عدائية جد المهم الفرنسيين في النهاية علشان ينجزوا العملية دي بدأوا ينقلوا الدهب بتاعهم من نيورك ولندن عن طريق الجو من خلال طيارات الخطوط الجواية الفرنسية في سنة 1965 الفرنسيين سحبوا دهب من أمريكا قيمته بتعادل مليار ونص دولار وعلى سنة 1966 90% من احتياط فرنسا من الدهب بقى موجود في باريس اللي فرنسا عملته في السياق ده كان الهدف منه إنقاذ نفسها بشكل أساسي أكتر من محاولة استهداف أمريكا والتآمر عليها ولكن برغم كده الصحافة الدولية وبالأخص الغربية كانت بتشير لفرنسا طول الوقت باعتبرها المتسبب الأول في الأزمة والضغوط اللي عانى منها الدولار في الستينات وبداية السابعينات واللي كانت زروتها في أغسطس سنة 1971 لما رئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون صدم العالم وعلق تحويل الدولار لدهب ولغى نظام ديتن وودز علشان كده بعض الصحف الأمريكية كانت بتطلق على رئيس الفرنسي دي جول لقب جولفينجر وده في تشبيه ليه بمهرب الدهب الشرير اللي ظهر في فيلم جيمس بون جولفينجر سنة 1964 لحد هنا أنا خلصت كلامي وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم في سنة 1968 البريطاني تيموت الجرين نشر دراسة تحت عنوان أو علم الدهب في الدراسة دي جرين وصف الفرنسيين بينهم أكبر مقتنز للدهب في أوروبا لدرجة أن الدهب اللي بيملكوه كان أكبر من احتياط الدهب الموجود في دول منطقة السترليني بالكامل وده طبعاً نتيجة طبيعية لحب الشعب الفرنسي الأسطوري للدهب وإيمانهم به الدهب ده كله كان أحد الأسباب وراء أن فرنسا كانت واحدة من الدول الأوليلة اللي صمدت في بداية صدمة ناكسو السؤال بقى من وجهة نظرك أنت هل الفرنسيين معاهم حق في أن ثقاتهم في الدهب تبقى أكبر من ثقاتهم في الدولار حتى يبيع كل إجاباتكم في التعليقات في النهاء ريتل عجبتكم الحالة دي وحبيني شوفونا تاني اشتركوا في القناة استنونا في حالات جديدة بإذن الله سلام